اشتركوا في القناة نلتقي مجددا لنتذاكر معا كيف نحيا في هذه الدنيا بنور الدين كيف نتأمل معاني الدين في هذه الحياة لتشرق الحياة بالإسلام كيف نجمع بين الدين والدنيا كل ذلك وغيره نحاول أن نتلمسه من خلال حلقات هذا البرنامج الدين والحياة ونواصل الحديثة في مسألة الصديق هذه المسألة التي تجعل أسرا سعيدة وأخرى شقية فالأسرة السعيدة ليست التي قل عددها والتسعى رزقها وليست الأسرة الشقية المحرومة التي كثر عددها وضاق رزقها ولكن السعيد من كان بالله تعالى موصولا والشقي من كان عن طريق النجاة محرومة فالصديق بالنسبة لصديقه يمثل دعما نفسيا ومعنويا يمثل عونا مديا وعونا فعليا ولذلك الصداقة الصحيحة سبب أساس من أسباب استقرار الأسرة ووجود الأمن المجتمعي في المجتمع المجتمع عندما تكثر فيه الصداقات الصحيحة وتستقر هذه الصداقات فإن الخير يزداد في هذا المجتمع وإن الشر يقل في هذا المجتمع فالمجتمع عندما يزداد خيره ويقل شره فإن هذا المجتمع يتصف بالأمن المجتمعي والأمن المجتمعي بيجتمل بقى على أنواع كثيرة جدا 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 من الأمن الأمن الأسري والأمن الفكري والأمن الثقافي والأمن النفسي والأمن العصبي كل هذه الأنواع يعني يكون سببها هذه الصداقات الصحيحة المتزمة وصداقات الصحيحة المتزمة هي الصداقات التي تكون لله وفي سبيل الله ولذلك يجب على الإنسان أن يختار صديقه وأن يصطفي والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والتلمذي أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقيم ولهذا كانوا يقولون اختر قرينك واصطفيه اختر قرينك اختاره فإذا اخترت القرين أي الصديق أو الجليس أو الزميل اصطفيه اصطفيه أي قربه منك كثيرا إن القرين إلى القرين ينسب لأن كل إنسان ينسب إلى قرينه ويعرف بقرينه ولذلك نجد بعض الناس لا يحسنوا اختيار قرينه فتكون النكبة عليه في الدنيا شديدة إحنا لما نشوف معظم الذين يقبض عليهم في قضايا السرقة أو في قضايا الآذاب أو في قضايا المخدرات تجد أن السبب الأساسي في هذه الشرور الأصدقاء الأصدقاء الصديق يغري اشرب هذه السجارة وبعد صرب السجاير يبقى هناك الحشيش أو البنجو وبعدين بعد كده في المكس وبعدين بعد كده هيروين إلى غير ذلك يصير مدمنا ومع المخدرات لابد أن تكون الأوقات أوقات سعيدة بماذا؟ بالحرام بالحرام بالزنا والحرام طيب الأموال التي معه تقل فبالتالي يقصر في أولاده ومعاملاتهم ويقصر في بيته وبعد فترة تضيع الأموال ماذا يصنع؟ يبدأ أنه يأخذ ذهب الزوجة وذهب الأولاد ويأخذ حاجيات البيت وربما يبيع الشقة ويبع السيارة وتنقلب الأسرة إلى فقر شديد ومع ذلك لا يكفيه ماذا يصنع؟ يسرق فعندما يسرق يقبض عليه ويكون في السجن إذا اندمر حياته وأفسد دنياه بسبب ماذا؟ بسبب الصديق وبالتالي لا ينبغي أن نهمل في مسألة الصداق هذا كله في الدنيا طب وفي الآخرة في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا بعض الأمثلة التي تبين أن أصدقاء السوء كانوا يحاولون إفساد بعض أصدقائهم يعني صادقين واحد منهم لازال على خيره والتاني فسد فالفسد يحاول يكتهد مع صديقه الصالح أن يفسده أيضا سبحان الله يبقى الاتنين كانوا أصدقاء في واحد منهم انحرف عن طريق الله فصار إنسانا فاسدا كافرا بالله متبعا لهواه يميل مع رغابته وشهواته والآخر لازال مستمسكا بطريق الله عز وجل مؤمنا بالبعث والنشور والحساب ربنا سبحانه وتعالى قص لنا هذه القصة في سورة الصفات قال الله تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين أي صديق زيم الزوجة قرينة الرجل والرجل قرين لزوجته فالقرين هو الذي يصاحب الآخر ولذلك سمي الجزآن البارزان في رأس الدب بماذا بالقرنين بالقرنين والحيوان الوحيد الذي له قرن واحد يسمى بوحيد القرن يسمى بوحيد القرن لأنه ليس له قرن قرن آخر لنجرة العادة إن القرن يسلزم وجود ماذا قرن آخر فهذا القرين كان في الدنيا ملازما مصاحبا لصاحبه أحدهم كان في طريق الله والسمر في هذا طريق والثاني انحرف عن طريق الله لدرجة أنه كذب بالبعث كذب البعث بعد الموت فبيقول القرين المكذب لصديقه المؤمن أئنك لمن المصدقين أئنك لمن المصدقين هل أنت تصدق أن هناك موتا حقيقيا وأن هناك حياة بعد الموت أنت تصدق ذلك الأمر ما هم كثير من الذين يتابعون أهواءهم لا يؤمنون بالبعث يريدون الحياة من أجل المتع واللذات لو كانوا يؤمنون حقا بالموت وما بعد الموت لعملوا لما بعد الموت ولكن صدهم الشيطان عن طريق الله عز وجل فبيقول له أئنك لمن المصدقين الهمزة هنا لاستفهام للدلال يتعجب من مسألة البعث أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون عندما نموت ونصير ترابا وعظاما أئنا لمدينون أي أئنا لمحاسبون ومجازون على أعمالنا إيه اللي حصل اللي اتنين ماتوا قدر الله تعالى إن الاتنين يموتوا لأن الإنسان لابد أن تكون له نهاية وهي الموت فلما مات حشرا فلما حشرا دخل أحدهم الجنة وهو المؤمن والثاني المتبع لهواه المتمرد على مولاه دخل النار فقال الذي في الجنة لأصحابه في الجنة هل أنتم مطلعون هل تريدون أن تطلعوا على أهل النار وأن تنظروا من فيها حتى تعتبروا وتعلموا ما أنتم فيه من الكرامة والنعمة الجزيلة فأقدرهم ربنا عز وجل على ذلك فاتطلعوا فقال ربنا عز وجل فاتطلع فاتطلع هذا المؤمن فرأى صاحبه لأنه طلع مع جملة الذين اطلعوا فلما اطلع في جهنم اطلع فرآه أي رأى صديقه في سواء الجحيم أي في قرار جهنم والعياذ بالله قالت الله بقسم إن كت لتردين يعني أنت كنت بتدعوني للانحراف عن منج الله بتدعوني لمعصية الله تدعوني لاتباع الهوى فلو كنت أطاعتك لكنت معك في جهنم والعياذ بالله ولولا نعمة ربي ولولا أن الله تعالى من علي بالهداية إذن الهداية والصلاح هذه نعمة من الله ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين أي المخضرين معك في جهنم يبقى الشياطين بتكتهد الشياطين الإنسية بتكتهد في إغواء أصحابها ومنعيهم من الخير وحجزيهم عن الخير روى الإمام مسلم أن أبا طالب لما خضرته الوفاة أتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جلسين صديقين له الجلس الأول عبد الله بن أبي أمية وعبد الله بن أبي أمية ابن خالة النبي عليه الصلاة والسلام لأن أم عاتكة وعاتكة هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على عمه وهو يحتضر وكان عنده عبد الله بن أبي أمية عبد الله بن أمية هذا أسلم بعد ذلك قبل فتح مكة وحسن إسلامه وقتل في السنة وقتل عند فتح الطائف أو عند غزوة الطائف أصابه سام فقتله وكلمه أيضا أبو جهل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عمي قل كلمة أشفع لك بعند الله قل لا إله إلا الله فلم يقلها وقالوا له وقالوا له تطيعه وتترك دين آبائك وأجدادك فكان آخر ما قال على ملة على ملة عبد المطالب فحجزاه أن يطيع ابن أخيه ومات على غير الملة وهذا كله من شؤم الصحبة السيئة فنسى الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يربي أما أنا وأن يصلح أحوالنا وصلى الله وسلم وبرك على نبي محمد وعلى أهله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر